بعد ذلك تداول مجلس الحكومة والصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم متعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر قدمها السيد فوزي القجع الوزير المنتدى بلدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية ويتعلق الأمر أولا مشروع المرسوم رقم جوج 23-067 بتطبيق القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر لا سيما المواد جوج 7-8-12-13 والتي تهم تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية وكيفيات إداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر وكيفيات وأجال تقديم التضلمات وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها علاوة على تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند الثاني بالفقرة الأولى من المادة السابعة من نفس القانون وكذا درجة الإعاقة التي تمكن من الاستفادة من الدعم التكميلي الخاص بالإعاقة وفي هذا السياق فقد حسر مشروع هذا المرسوم المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة حسب الترتيب في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد كما يحدد هذا المشروع مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامة من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية ويحدد هذا المشروع أيضا تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تتبيتها في أفق سنة 2026 على أن لا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا حيث سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو المؤسسات الأداء المعتمدة وعلاقة بكيفية إداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر فقد نص هذا المشروع على إداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولا سيما بكيفية إلكترونية ويمكنه في حالة رفض الطلب التضلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة وذلك داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ إشعاره بالرفض ثانيا مشروع المرسوم رقم جوج 23-068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر يندرج مشروع هذا المرسوم أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58-23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ولا سيما المادة الثالثة منه التي تنص على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له وتطبيقا لمقتضيات المادة الحادي عشر من القانون رقم 72-18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر عتبة محددة خاصة به ويحدد مسروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9.74-3001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60% من الساكن غير المشمولة حاليا بالتعويضات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاربها العمل والتي ستستفيد من إعانة الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوصة عليهما في القانون رقم 58-23 السالي في الدكر ثالثاً مشروع المرسوم رقم جوج 23-1069 بتطبيق القانون رقم 59-23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي أخداً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 59-23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر ولا سيما المادتين الثانية والخامسة منه المتعلقتين بوصاية الدولة على الوكالة سالفة الدكر وكذا بتأليف مجلس إدارتها وقد أوكل مشروع هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مهمة الوصاية على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي كما حسر هذا المشروع ممتلي مجلس إدارة الوكالة في السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية السلطة الحكومية المكلفة بالطربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية والمندوب السامي للتخطيط بالإضافة إلى التنصيص على تعيين الأعضاء المستقلين المنصوص عليهم في المادة الخامسة من القانون رحمة 59-23 اشتركوا في القناة